إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة إلا من رحم الله ما فيها باس مرة مرة نغرس بذور الخير لعل الله عز وجل ينبت هذا البذور وينفعناه الأجر جل وعلا المهم موضوع اليوم كيخص واحد القضية اللي بزاف ديالناس يعني ما عندهم مش محلومة عليا موضوع كيخص قدوا مننا نحن كمسلمين ديننا متعلمون منها ديننا أو للمناهل منين قدروا متعلموا ديننا فهمت أي مسلم باختلاف جنسو باختلاف يعني مذابو باختلاف أي حاجة فيه موهم المسلم الصحيح يعني الإسلام الصحيح منين خصوية يأخذ دينه دينناك لنأخذه من ثلاثة الحويش من قال الله اللي هو القرآن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليه والدليل على هذا الكلام هذا متواجد في الحاديث المشهور رضي الله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم على الفرق يقول في عليه أفضل الصلاة وآذك السلام وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعون فرق كلها في النار لا تنجو منهم إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالشاهد من الحاديث هو كلمة وأصحابي بين قوسين فجميع اللي عنده شوية خلفية دينية وعدها وكيشوف كيشوف شوه واقف في المشجمع الإسلامي قيبقى جميع الفرق الفرق المتناحرة بينها أو جمعة التبليغ جمعة الصوفية بشتى جميع طرق ديانها وكذا كلهم يقول لك احنا على سنة الله على كتاب الله وصنة رسوله من أجد أنه على كتاب الله وصنة رسوله ولكن ما كستشهدوش بصحابة رضي الله عنهم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحاديث وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهنا نستحضر كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله محدد العصر يقول فالكلام هذا يقول أن أهل السنة والجامعة وهم الوحيدين بين الفرق اللي يقوله لما تسألوا منهج ديانه يقول نحن على سنة الله ورسوله على كتاب الله وصنة رسوله بفهم السلف الصالح والسلف الصالح السلف الصالح كي بتدأ من من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين ثم أخيار هذه الأمة لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني نفهمو الكتاب والسنة بذلك شي اللي فهموه هما لأن ديننا ما كيتخادش بالعقل غالط لي كيقول الدين كيتخاد بالعقل لأن كيفما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لو كان الدين بالعقل لكان المسح من أسفل القدم في المسح على الخفين لو كان الدين بالعقل لكان الأولى مسح مسح القدم من الباطن من اللي سحتي عنه ما يكونش من الفوق مع أن في السنة دي الرسول صلى الله عليه وسلم المسح كيكون من فوق الرجلين إذا كنت لابس قاشر ولا خفين ولا هذا وكتداجة لابسهم لابس قاشر على وضوء يجوز لك أنك تمسح تمسح لهم وبعد إسمام الوضوء ويبقى وغير رجلي كتمسح مسحة هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم هذا دليل لأنما الدين مشيدي ما كنا نأخذه بالعقل يجب كيتخد من الوحي يستسقى من قال الله قال الرسول ويفهم الصحابة رضي الله وعنه المهم هذا هو أدو كلامي اليوم إن شاء الله كنت أطلب الله عز وجل أن ننفع به وهذه غير معلومات أنا لا أنصب نفسي شخصا أهلا للكل ولكن ما دفعني لهذا هو أنني رأيت العديد من المحتويات الغابطة التافية فأقلت مع نفسه لما لا نتشاركوا بعد المعلومات الدينية والسلام عليكم والإخوان كنتمنى أنكم تستفدون من الكلام وكنتمنى أن تكونوا آذان صغير والسلام عليكم وحياكم الله وما تنسوش تشاركوا في القناة ليصلكم الجديد وضغطوا على زر الإعجاب وحياكم الله وغياكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر